اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة كتير من انا ما بيقدرش قيمة الكلمة كلمة واحدة ممكن تغير مصير شعوب كلمة واحدة ممكن تغير مصير حياة انسان كلمة واحدة ممكن تأثر على الانسان يا اما بالسلب يا اما بالاجاب زي ما حصل مع بطلة حلقة النهاردة القصة بتيجي على لسان جزهة اللي بيعترف وبيقول ان انا تجوزت من اكتر من عشرين سنة اتجوزت بنت الجريان كمس انها ساعتها حوالي تسعتاشر سنة نشأ بنا قصة حب كنا بنستلطف بعض كنا دايما مهتمين ببعض لغاية ما جي الوقت المناسب واتجوزتها خلال العشرين سنة اللي عشناهم مع بعض كانت مثال للحبيبة والعشيقة والصديقة والصحبة ورفيئة مشوار الحياة عشنا مع بعض واستحملنا بعض على الحلبة وعلى المرة خلال مشوار الحياة ربنا رزقنا بتلت ابناء ولدين في الجامعة وبنت ربتهم احسن تربية كان كل حياتها بيتها واولادها واكل اولادها ولبس اولادها ومدارس اولادها لغاية ما جيه الموقف اللي كان فارق في حياتنا الزوجية بشكل عام اخدت مراتي يوم وراحنا نزور اختي واحنا عاديين عندها بنا تجازب اطراف الحديث لغاية ما جات نقطة الخيانة الزوجية كتير من حالات الخيانة اللي موجودة حوالينا وبيتناقشوا حوالين اسباب الخيانة سواء من طرف الراجل او من طرف الست ازاي الست ممكن تنهي الحياة الزوجية ممكن تبص الراجل تاني ازا كان جزها مأثر او ازا كان عنده ظروف مادية او ازا كان عنده ظروف جسدية كذلك الخيانة من طرف الزوج لو مراته مأثر او لغاية ما الزوجة بطلة الحلقة قالت انا اكتر حاجة بكرهها في حياتي الخيانة الزوجية ومهما كانت الاسباب والدوافع او الظروف اللي بنبر بيها لا يمكن اساسا ابص لراجل غير جوزي لغاية ما جدت الطلقة القوية اللي جاية في شكل كلمة اخت الزوج قالت لها انت اساسا مش ممكن يحصل معاك حالة خيانة لان مين هيبصلك انت كبرتي وعجزتي وما فيش اي حد ممكن يبصلك الزوجة كانت في سن الاربعين بعد عشرين سنة من الخلفة والتربية والرعاية الزوج بيقول انا استغربت جدا من الجملة اللي قالتها اختي لاني انا شايف مراتي زي الامر كانت الزوجة لما سمعت الكلمة دي ما ردتش عليها سكتت ولكن بعد يومين ثلاثة بدأ تأثير الكلمة او الطلقة اللي طلعت من اخت الزوج تبان بدأت الزوجة تهتم بنفسها مرة تانية قررت في اللحظة دي انها تعمل تخصيص تعمل ريجيم بدأت في اللحظة دي تعمل رياضة وتنزل تمشي الصبح بدأت في اللحظة دي تدور في الانترنت على وصفات للاهتمام بالبشرة والعناية بالبشرة بدأت تدور على وصفات للاهتمام بالشعر بعد خمس شهور بالزبط بيقول مراتي رجعت عشرين سنة الورى كأني لسه رايح اخطبها ولدنا الاتنين اللي في الجامعة وبنتنا اللي في سنوي لو الست قعدت معاهم ما تفرقهمش عن البحض كأن هي الاخت الوسطانية بينهم خست كتير قوي من وزنها رجعت لوزنها لما كانت لسه بنت ما تجوزتش اهتمت بشعرها جدا اهتمت ببشرتها جدا لغاية ما وشها بقى منور اكتر ما كانت بنت لسه ما تجوزتش بقيت كلما شوفها احس ان انا ابوها مش جزها لغاية ما يوم من الايام رحنا انا ومراتي فرح واحنا قاعدين في الفرح جت بنت اختي وكانت شابة في سنة اولادنا وجت بتضحك جدا لمراتي ولية ودحك بقى طب يا بنتي فيه ايه تضحك يا بنتي طيب اهدي وفاهمينا ايه اللي بيدحكك هو فيه حد عمل حاجة قالت اصلي فيه شاب اللي قاعد هناك في الترابيزة دي بيبص لمراتك ومعجب بيها وبيسأل اذا كانت مرتبطة ولا لا علشان يتقدم ليها ويخطبها لانه بيدور على عروسها البنت قالت للشاب ده انت بتتكلم عن مين ده سنها واحد واربعين سنة والشابين اللي قاعدين هناك دول دول اولادها بيقول الشاب ده اتصدم وقاعد يقول لا لا انت بتهزري لا انت اكيد بتقولي كده علشان بس مقربش ليها او مكلمهاش لا مش اقالت له لا ده بجد انا مش بهزر الست دي اولادها اللي قاعدين دول وجوزها اللي قاعد ده وكانت صدمة والبنت كانت جاية تدحك من اللحظة دي بالزبط والزوج اللي كان بيحب مراته جدا على الشكل اللي هي عليه وعلى اللي بيغير شكلها اعباء السنين والمشاكل والبيت والاهتمامات كان بيحبها وعمره ما شاف ان فيه حد احلى منها وان فيه واحدة ست اللي هفة تتنظره في اليوم ده بيقول الغيرة ولعت في قلبي بدأت اغير جدا بدأت اغلق هو فيه ايه هو معقول الكلمة اللي حصلت في بيت اختي يومها هي اللي تعمل مع امراتي كل ده لا مع انه بيقول وبيأكد انه مش بتلبس حاجة ملفتة يعني الست مش بتلبس مثلا علشان تكون ملفتة للناس والكلمة انعكست عليها بتأثير سلب يعني انها بتلبس عريان او فوق الركبة او بيقول ابدا بتلبس زي ما كانت طول الوقت ولكن التغير والاهتمام بشكلها والاهتمام بالوزن فرق كتير جدا دلوقتي انا فمفترق طرق انا ما بقيتش انام انا مش عارف مراتي دلوقت عملت ده كله علشان فيه حد في حياتها غيري ولا ايه الموضوع مراتي دلوقت بتكلم شاب تاني ولا ايه الموضوع الاهتمام الزائد ده علشان فيه حد في حياتها ولا ايه الحكاية طيب بدأ الزوج من بعد ما تسلل قلبه الشك بدأ يتتبع الست ويرقبها يمسك تليفونها من وراها ويدور في وسائل التواصل الاجتماعي يدور في الفيسبوك بتاعها فيلاقي كل اللي هي بتتبعه واللي بتكلمه منتديات الاهتمام بالبشرة والاهتمام بالشعر وازاي تحفظي على وزنك ازاي تحفظي على صحتك يقولها فاهميني بقى دلوقت ايه حكايتك اهتمامك المبالغ فيه دلوقتي رايح نحية فين هو فيه ايه قالت له هو حرام ان الانسان يهتم بنفسه احنا قضينا عشرين سنة من عمرنا وهبناهم لولادنا ولادنا كبروا الاتنين شباب اللي في الجامعة يقدروا يعتمدوا دلوقت على نفسهم بنتنا اللي في المرحلة السنوية تقدر تهتم بنفسها كل اللي مطلوب مني ان انا اطبخ لهم لقمة طيب اللقمة دي او الاهتمام بالبيت ده يا دوب هخليه الوقت معين وبقيت الوقت نهتم به بنفسنا ونهتم بنفسنا لنفسنا انت كمان ليه ساكت على نفسك انت شغلك من الصبح لغاية وسط النهار بتيجي بعد وسط النهار بتقعد في البيت ما تنزل تعمل رياضة ما تهتم بشكلك يعني هو ده الوقت اللي مفروض ان انا وانت خلصنا مشوار حياتنا نحية اولادنا واحنا لسه في الاربعين من العمر يبقى الباقي من العمر نستمتع به ونستمتع بصحتنا وبوقتنا وبحياتنا وجهة نظر موزونة جدا وجهة نظر ناضجة من سيدة جت لها كلمة في الوقت المناسب علشان تفوقها وتخليها تاخد بالها من نفسها ويخليها تحترم انوستها وتحترم كونها امرأة وتحترم المرحلة السنية اللي هي فيها سن الاربعين بالنسبة للمرأة مش زي ما قالت اخت الزوج انت عجزتي ومحدش حيبصلك لا الست في الاربعين في منتهى الشباب وفي منتهى الحيوية وفي منتهى النطج مع شوية اهتمام بالصحة وبالوزن واهتمام بالمظهر عمر الانسان ما هيحس انه عجز عمر ما هيحس انه كبر بالعكس لازم يقسم اهتماماته ما بين بيته والتزاماته وما بين اهتماماته بنفسه وبصحته وبمظهره وبالبحث عن السعادة الشخصية ما فيش انسان لما بيكون صحته كويسة وقادر يمارس حياته بشكل طبيعي ما بيكونش فرحان انا بقول للزوج صاحب الفضفضة وصاحب الشكوى مراتك عمرها ما هتفكر انها تخونك ولا بتفكر انها تخونك مراتك خايفة ان انت تخونها مراتك لما الكلمة جت لها من اختك اخدت بالها انه هي ما بقتش ملفتة ما بقتش مظهرها انسة ممكن تم لعين الراجل فانت ممكن عينك تزوغ وتدور على واحدة مهتمة بنفسها ففاقت وقررت انها تكون مهتمة بنفسها علشان تكون قدامك فاجمل صورة فاجمل مظهر علشان انت ما تخنهاش مع حد ولا عينك تروح لحد مراتك بتحبك مراتك بتهتم بيك وبنفسها وبتهتم بنفسها علشانك ابعد الشك عنك وابعد الشيطان عنك واستمتع وعيش وانبسط مع انسانة زوجة وفية وام لأولاد ولكنها في لحظة معينة ما نسيتش انها انسة وزوجة وحبيبة اشكركم على طيب المتابعة وعلى وعد بلقاء في حلقة جاية من حلقات برنامج المحاكمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة